تحل اليوم ذكرى ميلاد النجم الراحل عبدالسلام النابولسي والذي ولد في عام 1899 قدم النابولسي خلال مسيرته الفنية العديد من الأفلام الرائعة والتي جعلته واحدا من نجوم زمن الفن الجميل عبدالسلام النابولسي نجم استثنائي امتلك موهبة كبيرة مكنته من أن يحجز لنفسه مكانا مميزا وسط عمالقة الفن في الزمن الجميل إلهي إلهي لا تحجني لها يا رب افرجها من عدك يا كريم ابسطها يا طارق في الثالث والعشرين من أغسطس من عام 1899 ولد عبدالسلام النابولسي في مدينة ترابلس اللبنانية إلا أن جذوره تعود إلى مدينة نابلس الفلسطينية وبعد بلوغه سن العشرين أرسله والده إلى مصر ليتلقى تعليمه في الأزهر الشريف وبالفعل حافظ القرآن الكريم ونبغ في اللغة العربية إلى جانب اللغتين الفرنسية والإنجليزية اتجه عبدالسلام النابولسي في بداية حياته المهنية للصحافة الفنية والأدبية وتحديدا في عام 1925 عمل في أكثر من مجلة منها مصر الجديدة واللطائف المصورة والصباح وبعد أربعة عوام سنحت له الفرصة ليخوض التجربة الفنية على يد السيدة آسيا في فيلم غادة الصحراء لكنه لم يكن مفتاح تحقيقه النجومية بل جاء فيلم واخذ الضمير عام 1931 ليحقق له ذلك المنال أنبولسي لم يكتفي بكونه ممثلا ناجحا بل اتجه كذلك إلى الإخراج وعمل مساعدة مخرج مع الفنان يوسف وهبي إلا أنه تفرغ مرة أخرى للتمثيل في عام 1947 وخاصة بعد ازدياد الطلب عليه بعد انتشار موجة أفلام الكوميديا في ذلك الوقت كده يا أولي يا مكنونة تدق الملوخية على رأس الفن تطفي اشتعاعات العبقرية كون النابولسي ثنائيا مميزا مع النجم الراحل إسماعيل ياسين حيث التقي في 36 فيلما في الفترة من عام 1946 إلى عام 1967 وحقق نجاحا كبيرا فندي أنت مفلس 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 بطين ولا غسيلت منك طيب أنا حق بالاستقلتك أبوش إيدك وفي الخامس من يوليو من عام 1968 راحل عبد السلام النابولسي عن عالمنا بعد صراع مع المرض تاركا خلفه إرثا فنيا كبيرا تاركا خلفه إرثا فنيا كبيرا